ما تزال مطالب الخريجين غير المعينين في النجف الأشراف بلا أذان صاغية في وقت تبرز فيه دعوة هلال تعيين الوافدين اللبنانيين مئة من العاطلين عن العمل هنا اجتهدوا للحصول على الشهادات الجامعية عملن بخدمة بلدهم بعد التخرج الا انهم يجدون انفسهم متظاهرين وسط الساحات للمطالبة بالتعين والحقوق هسا احنا كلها لهجتنا صارت تعبرني وتعبشني حتى فتوش اتعلمنا اذا اريد انسوي لفتوش يعيننا ما عدنا مشكلة صبق مراكز تجميل موجودة الروح نصبغ ونضرب لديكور ونوقف هي هسا اهمة بشرك صار بالشارع شركة مدرشنو اذا ما يشغلك لو سوري لو لبناني احنا راح نضغط اليوم وباشر وعقبة طلبنا حقيقي طلبنا واضح انه اسماءنا نباقت اسماءنا تهمشت اسماءنا تم استبعادها هذا الباب الاول اللي طلعنا بيه سببه الرئيسي ما نرجع ثقه برسول الله لو اهنا نروح ميتين يقف الخرجون الاداريون وغيرهم هنا في ساحة الصدرين وسط محافظة النجف الاشرف لمطالبة المعنيين في الحكومة المحلية الالتفات لهم وتعينهم وتحقيق الاكتفاء الداتية ومن ثم توفير فرص عمل لغير العراقيين خرجنا من شهر رنضان لحد هاي اللحظة المجموعة مثل ما جايشوفانكم اعداد وشباب مهمشة طبعا عمل فرصة عمل ماكو مثل ما جايشوف خرجنا حوالي هاي عشرين مرة ما جاي نلقي اذان تسمعنا ما عدنا اكتفاء ذاتي خلي عين شبابنا هاي هاي الشباب خلي عينها ويصير عدنا اكتفاء ذاتي وصير عدنا فراغات وفرص عمل بعدين عين اللبنانيين احنا خلي نمشي ابناء بلدنا اول مرة خلي نعين هاي الشباب بعدين نعين اللبنانيين يعني خريجي 2012 بنات هذا النهوية ويانا مجموعة 2013-2014 يعني احنا تعبنا يعني احنا طالعين ابسط شي طالب حقنا هذا موشي يعني سعب عليه بين الحين والاخر يتظاهر المئات من الخريجين العاطلين عن العمل هنا املن باسماع اصواتهم الى المعنيين في توفير ابسط حقوقهم بعد سنين الدراسة الطويلة التي انتجت منهم كفاءات مختلفة تنتظر ان تأخذ دورها بدل ان يمنح لغيرهم من النجف الاشرف محمد الغالبي واني نيوز اشتركوا في القناة